أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين أم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أعنة الله على أعدائهم أجمعين عباد الله وصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتنا بنهيه فإن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه خلق كثير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق ولده وريحانته سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام اللهم إني أحبه فاحبب من يحبه أبارك لكم ذكرى ميلاد سيدنا وإمامنا الحسن المجتبى سلام الله عليه في الخامس عشر من شهر رمضان الذي يصادف غدا ذكرى ميلاد هذا الإمام العظيم وقد رفع له ذكرا صلى الله عليه وآله بأن قال إني أحبه فاحبب من يحبه والحقيقة أن الحب في الله من أعظم المنجات فالمرء مع من يحب وقد ورد ورد عندنا أن كثيرا من الصحابة من من كانوا يعرفون بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أنجاهم هذا الحب من الهلاك فقد ورد أنه كان هناك شاب يتاجر في السوق كان يأتي كل يوم صباحا ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذهب إلى دكانه فيستفتح يومه بالنظر إلى وجه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وكان النبي يعرف عادته فكان يتطاول له حتى يرى وجه المصطفى ويبدأ يومه وذات يوم جاء هذا الشاب ونظر إلى رسول الله كعادته ثم خرج من المسجد وسرعان ما رجع ونظر إلى النبي صلى الله عليه وآله ثم هم بالخروج فاستدعاه رسول الله وقال لقد فعلت على غير عادتك اليوم أنت اليوم نظرت لي مرتين مش مرة وحدة قال نعم يا رسول الله فلما خرجت ونظرت إليك وخرجت رأيت قلبي لا يطيق فراقك واشتقت إليك مرة أخرى فعدت إليك أنظر إليك صلى الله عليه فدعا له رسول الله خيرا ورجع وهكذا حتى انقطع ذات يوم وبقي مد لا يأتي فسأل عنه رسول الله أين هذا الشاب الذي كان يأتينا فلم يعلموا خبره فخرج النبي صلى الله عليه وآله إلى السوق يسأل عنه وقال أين دكانه فرآه مغلقا فقال ما الخبر قالوا له لقد مات يا رسول الله فحزن عليه النبي وترحم عليه واستغفر له فقالوا له يا رسول الله أتستغفر لفاسق فقد كان ينظر إلى النساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أحقر ذنبه ما عظيم حبه لي ولذلك هذا الحب للنبي ولمن أحبه رسول الله من جاءت للأمة وللناس فمن منا لم يخترف ذنبا وخطأا هنا أو هناك ولكن ذخيرته في الآخرة حب الله والرسول ومن هنا تجد أن النبي صلى الله عليه وآله يرفع شأن حفيده المستبى من أنه يحبه فاحبب من يحبه يا رب اللهم يشهد أننا نحب من يحبه رسول الله فاحببنا يا رب العالمين نعم هذا إمامنا العظيم الإمام الهمام الذي كان سيدا من سادات المسلمين وعظيما من عظمائهم يقول الشعب ما ذل العرب أو ما عرف العرب ذلا حتى مات الحسن بن علي فقد كان صلى الله عليه آية في الكرم والمجد والجود وكان آية في السخاء والشهامة يرفع فقر الناس ولا يرد سائلا مهما كان ويقضي حوائجهم صلى الله عليه وكان يحلم على سفهائهم جاءه سفيه في المدينة عرض له من أهل الشام وأخذ يشتمه ويشتم عليا فقال يا هذا أظنك غريب فإن كنت جائعا أشبعناك وإن كنت عاريا كسوناك وإن كنت مدينا قضينا دينك وإن كنت ملهوفا خائفا آمناك وإن كانت لك حاجة قضيناها لك فوضع الشامي أصبعه في فمه وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته وعجيب أنت يا المحمد صرت بهذا المقام ولذلك كان إمامنا الحسن يتمتع ببهاء النبوة وهيبة الملوك صلى الله عليه وكان سيدا مفخما يشبه رسول الله صلى الله عليه وعاله في خلقه وخلقه ولقد ابتلي صلوات الله عليه بطاغية دجال اسمه معاوية بن أبي سفيان كان معاوية دجالا يظهر التقوى وأنه أحد كتبت الوح ولكنه في نفس الوقت كان على مستوى من الغل والحرب على الله وعلى رسوله ولذلك الإنسان عندما يبتلى بعدو مفضوح مكشوف لا يحتاج لأي مؤون أن يبين وضاعة هذا العدو ولكنما عندما يبتلى بعدو دجال يظهر نسكا وهو حقود تشتد المسؤولية هذا اسكتوها هذه خلت تغلق التليفون تشتد المسؤولية وتعظم المصيبة عندما تراجع تاريخ المسعودي في مروج الذهب عن برنامج معاوية بن أبي سفياني اليومي تقول هذا لا يمكن أن يكون إلا من الصالحين أولياء الله كان كل ساعتين يقرأ جزءا من القرآن ويأمر بقضاء حاجة الفقير البرنامج اليومي لمعاوية مذكور في المروج الذهب المجلد الثالث المسعودي يقول هذا نبي هذا مملك يأمر بقضاء حوائج الناس وقراءة القرآن وتعلم الفقه ويأمر بالفضيلة ولكن كان له مجلس مع شياطينه كان كل هم أن يطمس الدين وأن يدرس معالمه فابتلي الحسن بهذا العدو فكيف كانت المواجهة مع هكذا ديكتاتور يتزيب لباس الأولياء والصالحين ولذلك كانت له محنة ابتلي بها حتى بعض خواص الشيعة لم يفهموا سياسة الحسن التي في الواقع سياسة أبيه وجده عندما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة ومن هنا تجد أن الأم مدينة للإمام المجتبى دينا كبيرا فلولا الحسن وموقفه في معاهدة مع معاوية لكان قد قضي على الإسلام من ذاك الزمان من عام أربعين للهجرة أو واحد وأربعين فإن معاوية كان يتمنى أن يدخل الكوفة بلا عهد ولا ميثاق مع الحسن لأنه لو قيض لمعاوية أن يدخل الكوفة من دون معاهدة لقضى على بقية النبوة ولم يبقل الإسلام اسما ولا رسمة ومتتوقع معاوية يدخل إلى الكوفة بدون معاهدة وبطبيعة الحال يقتل الحسن والحسين وجميع ذرار رسول الله ولك أن تتخيل كيف يكون الإسلام لو لم يكن فيها أهل البيت اليوم إسلام يمثله معاوية أي إسلام ولذلك إمامنا المجتبى فوت الفرصة وطوق مشروع معاوية ووأده عندما كاتبه بمعاهدة يعلم أنه سوف يغدر بها ولكنه يحفظ البقية الباقية سلام الله عليه من شيعة أبيه ومن ذريته الكريمة ولذلك قام بهذه الخطوة الجبارة وتحمل الأذى حتى من بعض الشيعة الذين لم يقرأوا الحسن كما يجب أن يكون فيدخل عليه رجل بمستوى حجر بن عدي الكندي وهو من حوارية من المؤمنين ويقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين فما تتوقع من غير أمثال حجر بهذا المستوى الخطير من الإنزلاق فكيف بغيره ولكن الإمام المجتبى صبر واحتسب وأخذ يبين لحجر وعمثاله أني إنما فعلت ذلك لكم ولأجلكم وهكذا حصل اليوم نأخذ ثمرات هذا الموقف الحسني فلولا الحسن لما وجدت كربلاء ولما وجد الصادق والباقر وزين العابدين ولما وجد المهدي وهو آخر طروحة سماوية وآخر بشير ونذير يحفظ ظحول الأنبياء وتراثهم لولا الموقف الحسني في سبيل وعد فتنة معاوية والمعاهدة التي كتبها لما بقي للإسلام اسم ولا رسم ولكن قيض الله لهذه الأمة هذا الإمام الذي هو أب للمسلمين على أنها كانت منغصة ولذلك تجد أنه ابتلي سلام الله عليه بعداوة الدولة الأموية بما تملك من إمكانيات فكان جل همهم أن يسقطوا شخصيته في نفوس المسلمين وأيضاً ابتلي بالدولة العباسية التي عاشت خمسة قرون كانت تناضل في سبيل تحطيم قدسية الحسن لما عاشته الثورات الحسنية التي قامت ضد العباسيين ولذلك كانت أول دولة علوية هي بقيادة أحفاد الإمام الحسن في طبرستان يعني شمال طهران وقيمة أول دولة علوية سنة 248 للهجرة وهكذا حتى شيئاً فشيئاً صار للعلويين دول هنا وهناك كلهم من ذراري الإمام المجتبى فكان اسمه يرعب الطغاة ولذلك تجد أن الدولة العباسية سخرت كل إمكانياتها في تحطيم قدسية الإمام المجتبى فزوجوه مثلاً أكثر من مئتين امرأة قالوا أن الحسن كان مزواجاً وأنه قد تزوج أكثر من مئتين امرأة كان يتزوج ويطلق بعض الوقت كان يقول كان يتزوج أربعة ويطلق أربعة يوحون للناس أنه لا عمل له إلا النساء وأمثالهن مع أنه سلام الله عليه نفسهم في التواريخ يذكرون أن ذريت خمسة أنفار فقط أربعة أولاد وبنت واحدة واللي يمزواج له مئتين مرأة على الأقل عنده فت خمسين ولد مو خمسة مثل ما نقرأ ونسمع ملوك كثيرين يقول عدة ثلاثين زوجة وخمسين ولد ايه؟ معقول أما إذا واحد من الزوج مئتين مرأة والزوج يطلق على الأقل عنده فت خمسين ولد مو خمسة هذا دليل كذبهم ودليل أنهم كانوا هدفهم تحطيم قدسية هذا الإمام وتعطيل دورة في المجتمع الرسالي ولكن الله يقيض للصالحين من يدافع عنهم فانبرى الحسنيون والحسينيون يحققون ويؤلفون ويدافعون ويبينون الوجه الناصع لإمامنا المشتبى الذي لا زال إلى الآن يشكو ظلامته ويشكو إلى الله مأساته فهو الإمام الوحيد الذي هدمت قبته وتعطلت زيارته بسبب غل أسود وفكر لا يعرف الرأي والرأي الآخر وهذه مأسات أسأل الله عز وجل أن يرفعها عنه ذات يوم عرف الإمام بالكرم والجود والمجد وإغاثة الملهوف وهذه من خصال وهذه خصال يحبها الله ورسوله أن الإنسان يغيث ملهوفا ويقضي حاجة محتاج يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من قضى حاجة لأخيه المؤمن قضى الله له سبعين حاجة من حوائج الدنيا أولها الفقر ولذلك الساعي في قضاء حاجة يعني مش قضاها لا يسع في قضائها أبعد الله عن وجهه النار لاحظ قيمة لقضاء الحاجة المؤمن يفيذ بخيره على غيره وليس المؤمن قنوطا لا يظل إلا نفسه لا أو لا يستظل إلا بظله ولا ينفع أحد المؤمن هو الذي يفيذ بخيره على غيره فكان الإمام المجتبى آية في الكرم والجود ورد عندنا أنه ما كان يرد سائلا قط كان يقضي حوائجهم وكان يعينهم فجعله الله بابا لهم سلام الله عليه ولذلك عرف بالكرم وكلهم كرماء ولكنه عرف بالكرم والمجد وقضاء الحوائج وهذه علامة من علامات المؤمن طعام الطعام إشاء السلام والصلاة والناس النيام وهي علامة هم تشوف إنسان فقط لنفسه ولا يفكر بغيره ليس منا من بات وجاره جائع سجاره كان مسلم أو غير مسلم يعني الإسلام يجب عندك أن تتحسس بالآخرين أن تتحسس مشاكلهم وتتحسس حالاتهم ومن هنا يأكد على هذه المسألة مسألة الكرم مسألة الطعام من أفطر صائما أو إفطار إنسان يفطر لصائم كأنه أعتق رقب في وجه الله لله موقف ولذلك المؤمن حتى لو ما عنده عادة الكرم خليه تعود عليها خليه إنسان يتعود على هذه العادة يأخذ صديقه يفطر في بيته يقضي حاجة واحد يسعى في قضائها هذه تدفع ميتة السوء في الرواية قضاء حوائج الناس تدفع ميتة السوء والإنسان أخواني أخواتي كيف يعيش بالحياة لولا أن يمون على آخر وآخر يمون عليه واحد يشيل الثاني واحد يتحمل الثاني فلولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض له هدمت صوامع وبيع ولذلك هذه الخصلة الحسنية إحنا واي نحتاجها في حياتنا اليومية أن الإنسان ينظر لأخيه الإنسان كما لو كان نفسه فيعينه ويقضي حاجة يقولون جاء رجل قصد إلى بيت صديقه عنده حاجة فطرق الباب فخرجت زوجته قال فلان موجود قالت نعم فجاء صاحب الداب قال خير يا صديقي قال والله أنا محتاج لمبلغ إذا تساعدني تسلفني فذهب مسرعا وجاء بالمبلغ وأعطاه ورجع باكيا فقالت زوجته لماذا تبكيت مساعدته وأعطيته ليش تبكي قال أبكي لأني قصرت ما سألت عنه حتى تركته يأتي ويطلب ليش أنا المفروض من دون سؤال أفحص عن حالات صديقي وضعه هذا عاطل عن العمل منين يصرف منين يجيب قال لي أساعده هذه حقوق المؤمنين إحنا جدنا نحتاجها هذه الرحمة فيما بيننا خصوصا في شهر الله شهر المخفرة والرحمة إخواني أسباب الله عجيبة وغريبة ولا تعرف حدا وحد لذلك عندما يقول النبي دخلت إمرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض الله دخلها النار هذه أسباب عجيبة غريبة أشياء نستسهلها ونستسخفها وهي عند الله عظيمة ومن هنا إلى المؤمن أن يراقب نفسه ويراقب مصالحها وأن أيضا يهتم بأصدقاءه بجيرانه بمعارفة يقضي حاجة هذا ويسعف هذا هذه أخلاق يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فكان إمامنا يضرب أروع الأمثلة في هذا المستوى من الكرم والجود والسخاء أدعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير ولما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين وأن يجعلنا من السائرين على نهج إمامنا كريم أهل البيت الذي على قساءوة الزمان ما كان إلا يشتد في رضا الله ورضا رسوله ولذلك أنا أقول بصراحة هناك غفل حتى من شيعة أهل البيت تجاه إمامنا المجتبى عليه السلام يجب أن نجدد له ذكرا دائما وأبدا الإمام الحسن في رواية الحسين عليه السلام هو خير من الحسين لأنه إمام على الحسين الإمام الحسين أخذ الإمام الفعلية بعد أخيه فقال سلام الله عليه لإخته زينب أخيه مات أبي الذي هو خير مني ماتت أمي التي هو خير مني ثم يقول ومات أخي الذي هو خير مني نعم للحسين خصوصية ولكن المجتبى هو إمام قبل الحسين ومن هنا له حق كل الحق على شيعة أهل البيت أن يجددوا ذكره وأن يرفعوا اسمه أصلى الله عز وجل أن يكتبنا من شيعته ومن السائرين على نهجه القويم إنه سميع مجيب وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله على محمد وآل محمد